أول شيء أبو ملحم ما حدا عارف مين أبو ملحم ما حدا عارف مين أبو ملحم وصرت قيلة 5000 مرة سألني عماد مرمل بأول حديث معي قال لي أنت ضابط مغوار ليه عم تستعمل هالطريقة هاي قلت له مرات كتير الحكمة أقوى من المدفع قلت له تعرف أبو ملحم قال لي مين أبو ملحم قلت له كنا نحضره على أيام الأسود والأويض أنا أحكي أنا جبت سيرة أبو ملحم ما حدا سامع يعني ما بتعتبره أنه لما يقولوا لك أبو ملحم بيزعجك لا بالعكس لو كلهم نستعملوا طريقة أبو ملحم لن سرقوا مصرياتك ومصرياتي لأنه أبو ملحم كان يحل الأمور كان شخص قدمي كان شخص يحل المشاكل كلاتها لن سرقوا مصرياتك ولكننا وصلنا له اللي وصلنا له هلأ ولأتلنا بعضنا كل 15 سنة في حرب وفي دمار لما كنا وصلنا له بالنهاية البرودة مش دايما بتنفع المدفع ما بينفع دايما المدفع الكلمة الطيبة هي اللي بتنفع الحلول اللي موجودة بالرأس المسؤولين هو اللي بينفع لو كان عندنا نحنا بمراحل معينة أشخاص ومسؤولين يستعملون الحكمة ما وصلنا لهون وين الحكمة هلأ؟ هلأ 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 في حكمة من التسعينات لهلأ من بعض الطائف لهلأ وين الحكمة اللي استعملناها على طول مننطر بعضنا لنسب بعضنا ونشتم بعضنا ونبادل بعضنا مش هيك بتبنى الأوطان فيه أوقات بتستعمل الحكمة وفيه أوقات مع الزعران ما بتقدر تستعمل الحكمة بتستعمل بتستعمل الطريقة اللي مفروض أنها تستعمل مع الأشخاص بس بالنهاية أنت بتبلشي بالحكمة بتبلشي أنك تسيري وأنا الظروف اللي ما رأت فيها بي وزارة الداخلية من أصعب ظروف يعني أنا عشت 75 ما بينكروا الناس أنك ربما الوزير الأقرب يعني مثل ما عم نقول الوزارة الداخلية هي وزارة أمنية ليكون الوزير اللي على رأسه وحضرتك ولا مرة كان عندك هيدا الاستقواء لا أنه في وراك عسكر ولا أنه غرق راهي السلطة رح أعطيكي مثل أنا رح أقل لك وين الأخطاء وكيف بتصير أنا وقت كنت وزير داخلية كانت نبلشي الحرب بسوريا والحرب بطرابلس بين تبيني وجبل محسن وكل حروب مذهب بطرابلس علوي سني بسوريا علوي وسني أحمد الأسير بمحلات معينة متفجرات والسيارات مفخخة كل يوم أطع ترقات كل يوم شو اللي بدي أخبريك؟ يعني أنا اللي عشت بهذه 3 سنين ونص بوزارة الداخلية لو ما كان عندي الخبرة الأمنية وكان عندي وكان عندي الصبر الصبر ولو أخذ لو أخذ موقف مع فريق ضد فريق أنا وياكي ما كنا قاعدين هون عم بحكيكي بكل صراحة يعني تتصوري مثلا بحرب ترابلس كانوا كان المسلحين بباب التباني بباب التباني يرفضون دخول الجيش لأنه كانوا معتبرين إنه الجيش فريق وشو الراجعي أنا كنت ساير اثنين لحتى نوصل لحل ونوقف الحرب بترابلس أعنبعطيكي مثل بترابلس باب بترابلس وباب التباني يعني بين باب التباني وجبل محسن بالنهاية لأنه أنا كنت أشعر إنه السياسي داخلي بموضوع الحرب بترابلس إن كان أغلب السياسيين يدعمون الحرب بترابلس وأغلب السياسيين الميالين لجبل محسن يدعمون الحرب بجبل محسن تطلع الدربة يدعمون المسلحين أصدق نعم يدعمون المسلحين بوقتها يدعمون المسلحين فإذا كانت القصة يغدي منحة طائفة سياسة وكانت الدربة تطلع على المواطنين المعترين مين كان بيموت مين كانوا بيموت عم بيموت هودين هو الشعب المعتر مشان هيك انا فكرت انه انا شو اللي لازم اعملو كوزير داخلية وكنت انا وحدة انه كان بالنهاية اسأل الرئيس ميقاتي اداش انا تعذب كانوا معتبرين اني انا وزير داخلية انه انا انا مسؤول عن الامن لوحدة اخي انا مش انا المسؤول في وزير الدفاع في جيش لبناني في اجهزة انا مسؤول عن الاجهزة الامنية مش عن الاجهزة العسكرية في كتير عالم ما بتميز بين جهاز العسكري وجهاز الامنة الجيش جهاز عسكري ما انه جهاز امنة نحن جهاز امنة عم بتقول كان في مسؤولين سياسيين يدعموا المسلحين صحيح صحيح وحيح بلا بلا يدعمون وبيتفعوا لهم معاشر وش بده هلا ش بده واحد يحبت من ضمن الرئيس ميقاتي في طرابوس ما بعرف مين ما تسمي لي تعرف مين القصة خلصت وانتهت وانا الطريقة اللي لقيتها ما نحلت بطرابلوس بس فلت حكومتنا على طريقة ابو ملحم ما نحلت ولا نستوها بس اطفل وزير المشنوق بعدك كيف حل الوزير المشنوق كيف حلها حلها على الطريقة اللي انا كنت مقترحها قبل بشهر ببيته للرئيس ميقاتي بطرابلوس وحليتها وقلت له لازم يصير في تفاهم القصة ما بتنحلها نحلت على طريقة ابو ملحم نعم اجل الوزير المشنوق ونحلت على طريقة ابو ملحم ما نحلت هيك القصة ليش على ايامي ما كانت تنحل على طريقة لانا حكومتنا ما كانت بتمثل كل الأعزاب حكومتنا كانت حكومة لون واحد بيعتبروها وانه حكومة وطعرف انه حكومتنا اجت والرئيس ميقاتي بالتحديد اعتبروه انه هو اجا رئيس حكومة تحدي ضد الرئيس الحريري رئيس حكومة حزب الله كان اسمه بوطة مش حكومة حلق كانوا يطلعوا سهل انه حكومة حزب الله بالنهاية كيف انحلت القصة انحلت فات الجيش واحتل باب التباني وجبل محسن ولا كيف انحلت انحلت انه انه تعاوى خي سياسيين اقتنعوا حكومة الرئيس تمام اسلام بتمثل كل الأحزاب حلوها حبيا بين جبل محسن وبين باب التباني رفعت عيد رأى على سوريا المسلحين بجبل محسن بباب التباني سلم وسلحهم وانتهى الموضوع هذا طريقة ابو ملحهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة